إذا لم يلجأ الموكل إلى هذا الطريق الذي رسم القانون اللي هو إلغاء التوكيل والإختار به في خالة سبعة أيام من تاريخ الإلغاء يصبح التاريخ نافذ وحج على الموكل لازم يلغي التوكيل لكن طالما التوكيل لم يلغى بالطريق الذي رسم المشرع يظل نافذ في حق الموكل تمام تمام جزئية جزئية تانية أنه في تعليمات يبدو أن بعض رؤساء المحاكم خدوا بالهم من الحكاية دي فقال أنه إذا تقدم محامي للمحكمة بيرفع دعوة أو يعمل إجراء بتوكيل مضى عليه سبع سنوات لا تقبل منه الوراء ثم الأقصى مدة بتبقى الدقيق هو التوكيل مفترض أنه ساري طالما لم يلغى إنما فيه خاصة المحكمة الجنوب محكمة الجنوب القاهرة رئيس المحكمة خد بالهم الجزئية دي فصدر أمر إداري جوه إنه التوكيل لما يقدم للموظف عبد علي سبع سنوات لأ التوكيل فتع عليه سبع سنوات يقول له روحت لي من الشهر العقاري ما يفيد أن التوكيل ده ساري زي ما هي قالت يعني يعتبر كأنه بيجدد كأنه بيجدده كأنه بيجدده زي ما أمر يتكدده يجب يطلع صورة تبقى الأصل منه ويروح بها المحكمة ما هتقبل منه لأنه ساري التوكيل نافذ في حق الطرفين لازم توكيل عام في القضايا ولا ينفع أعمل توكيل في قضية معينة والغي بعدها مع المحامين في نموذج موجود في الشهر العقاري بروح عشان في قضية أو في إجراء قانوني بقول له اعمل لي توكيل لمحامي هو فيه في بيعمل له توكيل عام رسمي في القضايا في القضايا مكتوب عليه كده القضايا دي تشمل كل القضايا تشمل جميع القضايا لأنه في متن التوكيل مكتوب أنه يحضر عنه أبا فرد المحامي راحت يعني أقدم قضية بالنيابة عني أنا مش عايز أعملها هل ده توكيل ينفع لا بقى خروج عن سال لا يبقى هنا خروج على حدود أنا هاخل الجزئي دي الموكل هنا خطورة المسألة دي إنه المشرع قال إنه لما يتعامل توكيل لا يجوز الوكيل أن يتجاوز حدود الوكالة أو يخرج على نطاق الوكالة أنا رحت عاملت توكيل عام رسمي في القضايا رفع قضايا وانتهت القضايا المحامي مش من حقه يروح يرفع قضايا أخر باسمي إنه هو بيترفع في قضايا واحدة أو بيشتغل على قضايا واحدة إلا إذا رخص له في ده هو المفروض أنا عاملهله له في الواقع بقول له والله عندي قضايا إيه حد رفع ده وفسخ عقد فأنا بعمل لك التوكيلة انتهت القضايا دي لا يجوز المحام أنه يروح بالتوكيل ده يرفع قضية تاني للموكل ده بذات التوكيل إلا إذا رخص له في ذلك إلا إذا قال له والله أنت ما عندك التوكيل بتاعي وفي قضيه عايزك ترفعها يعني رخصها إزاي بقى اسمح له لا أنا فهمه رسميا بقى يعني أنا قدامي المحكمة قدامي القضاء أنا عملت إيه خطوة فأنا كده اديته التفويد ونيرفع قضية تانية يعني دلوقتي قلت له يروح أرفع قضية تمام ومعه مسند المسند ده جابه منين إن الموكل يبقى الأوراق بتاعت القضية التانية متكاملة دليل على أنه الموكل أزن له بأنه يرفع القضية صحيح ومديه مسندات ده مسألة واضح يبقى بالمسندات لا يتجاوز حدود الوكالة ده معنى أن الوكالة تنتهي بأربع أشياء يعني إما بانتهاء العمل الموكل فيه إن أنا عامل التوكيل القضية زي ما قلت في قضية معينة مرفوعة انتهت القضية بقى التوكيل انتهى بقوة القانون أو بوفاة الموكل أو بوفاة الوكيل أو إنه الموكل يعزل الوكيل يلغي التوكيل شفاهة رسميا أو برضاء أي ويقول له أنا خلاص التوكيل ده انتهى شرطه هنا إنه لازم يخطره بإلغاء بعزله في خلال سبع أيام من تاريخ علمه يعني يروح شهر عقارب بصورة التوكيل يقول له أنا عايزة ألغى التوكيل في بيلغه وبيديله ورقة الورقة دي بيعمل له بها إعلام بجواب موصر عليه بعلم الوصول أو بإنزال على يد محطر يقول له أنا لغيت التوكيل في خلال سبع أيام هفترض ما عملش هذه الإجراء يظل التوكيل ساري ولا يحتج على المحامل هو استخدم التوكيل أو الموكل